موسيقى أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء هذه الكلمات قيلت في هذه المغارة قالها الرب يسوع المسيح ليشجع يحنى الرسول لأنه كان موجود في هذه الجزيرة جزيرة بطموس بسبب إيمانه بسبب شهادته بسبب كلمة الله بسبب الضيقة اللي حصلت في آسيا الصغرى وبالتحديد في أفسوس الإمبراطور دوميشيان شن هجوم شرس على المسيحيين وطالب المسيحيين أو طالب الجميع بالأحرى أن يقدموا عبادة الإمبراطور وهو على قيد الحياة هذه العبادة كانت موجودة لكن الناس كانت تعبد الإمبراطور بعد الموت كانوا يقدمون له البخور وإضاءة الشموع أيضا فدوميشيان شن حملة شرسة ضد المسيحيين والنتيجة أن يحنى وتلميزه بروخوروس جاءوا إلى هذه الجزيرة جزيرة بطموس إلى المنفى ويحنى كان لمدة 18 شهر لكن في مجد من وراء كل ألم اللي قصدوا أن يكون شر وظلم ضد يحنى الرب قصد بي خير يحنى الرسول أو الرائي رأى أعظم الإعلانات في هذه الجزيرة وواحدة من الإعلانات المجيدة والمميزة عندما قال يسوع أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يحنى يقال أنه كان موجود في هذه المغارة على فكرة هذه مغارة طبيعية من فولكينو اللي موجودة في هذه الجزيرة ويقال أنه مكت في هذا المكان عندما أخذ الإعلانات وأيضا كان يبشر في الجزيرة كل البحارة الناس اللي كانت تيجي إلى هذه الجزيرة بعض الأمور جميل أنه نشوفها في هذه المغارة قال يحنى سمع أو يحنى سمع صوت مثل البوق وهذا البوق يعني الصوت سبب تشقق في الصخور ففي تشقق في هذه الصخرة وعبارة عن ثلاث أقسام اللي إلها رمز كتير كتير جميل الآب والإبن والروح القدس طبعا بحسب التقليد الأرتوديكسي في هذه الجزيرة وأيضا منشوف المكان اللي كان يحنى حط راسه وينام لأنه كان شيخ كان عجوز وأيضا مكان اليد اللي كان يتكئ عليها حتى يعين نفسه أنه يوقف بروخوروس هو اللي كان يسجل يعني مثل السكرتاريا الكلام والإعلانات اللي كان بيتفوه فيها يحنى لإله فكان يقال أن هذا المنبر اللي كان بيكتب عليه هذه الإعلانات بتشوفوا خلفي طبعا أيقونات اللي هي ليحنى وبروخوروس وآخرون اللي هي بتعبر عن طبعا تعليم من سفر الرؤية في سفر الرؤية شاف يحنى يسوع ابن الإنسان في وسط السبع مناير شاف في يمينه سبع كواكب من فمه سيف ذو حدين يحمل مفاتيح الهاوية والمود وإشارات كثيرة بتتكلم عن جمال ومجد الرب المقام مصورة بالأيقونات القديمة وهذا اللي كان يعلموها ليه المسيحيين من زمان طبعا اليونان 98% من تعداد سكانها روم أرتودوكس هذه المغاربة بيجي بزورها من كل أنحاء العالم لأنه تعتبر قدس أوروبا واحد من أقدس الأماكن يكفي أنه الرب يسوع ظهر ليحنى الرسول في هذا المكان من هذا المكان أعطى إعلان عظيم أنا هو الألف والياء البداية والنهاية وبالضبط وين أنا واقف هذا إضافي بناها خريستودولوس اللي هو يعتبر قديس هذه الجزيرة في سنة 1888 تخليدا وتكريما للقديسة حنة أم القديسة مريم العذراء وجدير بالذكر أن أمه كان اسمها كمان حنة والإمبراطور اللي أعطاه التصريح اللي هو أليكسيوس كمان والدته اسمها حنة فشيء جميل أن تشوف أسماء أو أبنية تبنى تخليدا وتكريما لهؤلاء القديسين اللي تركوا بصمة وأثر على حياة الناس ابقوا معي سأواصل حديثي ودراستي أيضا عن هذا الموضوع من مكان آخر في هذه الجزيرة من مغارة القديس يحنة من جزيرة باطموس أريد أن أقرأ من سفر الرؤية الإصحاح الأول إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليرعى بيده ما لابد أن يكون عن قريب وبيانه مرسلا بيد ملاكه لعبده يحنة الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رأاه طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب يحنة إلى السبع الكنائس التي في أسيا نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طاعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض نعم أمين أنا هو الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء أنا يحن أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح كنت في الروح في يوم الرب وسمعت وراء صوتا عظيما كصوت بوق قائلا أنا هو الألف والياء الأول والآخر والذي تراه أكتب في كتاب وأرسل إلى السبع الكنائس التي في آسية إلى أفيسوس وإلى سميرنا وإلى برغاموس وإلى ثياتيرا وإلى ساردس وإلى فلادلفيا وإلى لاودكية فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب وفي وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ثيدييه بمنطقة من ذهب وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج وعيناه كلهيب نار ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون وصوته كصوت مياه كثيرة ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وهأنحي إلى أبد الآبدين آمين ولي مفتيح الهاوية والموت فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني والسبعة المناير الذهبية السبع الكواكب هي ملائكة السبع الكنيس والمناير السبع التي رأيتها هي السابع الكنائس يبارك لنا رب كلمة لما سمعنا في هذا اليوم ترجمة نانسي قنقر وراء الأنسي قرارك والخصوص يبارك وراءة ايها سيكون مستقبل ترجمة نانسي قنقر المشهد 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 أعزائي من مغارة القديس يحنى في جزيرة بطموس أريد أن أقرأ من رؤية يحنى الإصحاح الثاني من الآية الأولى أكتب إلى ملاك كنيسة أفسوس هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار وقد جربت القائلين إنهم رسل وليس رسلا فوجدتهم كاذبين وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل لكن عند عليك أنك تركت محبتك الأولى فاذكر من أين سقطت وتب وعمل الأعمال الأولى وإلا فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال النقلويين التي أبغضها أنا أيضا من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله يبارك لنا الرب كلمة على ما سمعنا المترجم للقناة Second Mission Journey When Paul and Silas and Timothy get to Thessalonica Do you remember how the opponents of Christianity said these people who have turned the world upside down are here to disrupt us as well remember that verse well these people have turned the world upside down this is only in 51 a.d which is barely well christianity of course exploded from the original pentecost in 33 a.d so we're talking only 18 years later they've turned the world upside down i'll take luke's figures and beyond that let me give you pagan evidence that luke is not kidding one of the earliest and most important secular references to jesus comes in the roman historian cornelius tacitus he writes the famous annals of imperial rome in which he reports of what happened in the great fire of rome under nero in 64 a.d he says that nero switched the blame for setting fire to rome to the christians and then careful scholar that he is he explains who they are they're named for a christ who was crucified by one of our governors pontius pilate and the pernicious superstition was almost eliminated eliminated until suddenly it gained new vigor and flowed even as far as rome that common cesspool into which things come from all over the mediterranean world and then he says first the leaders of this pestiferous sect were arrested and then vast numbers others were arrested i've read the passage 30 times until wait a minute that number jumped out of the text vast numbers the latin is multitude in gens this means high hundreds thousands in latin now here's the point this is only 31 years after pentecost how in no world could christianity reach rome 1500 miles away in only 31 years so that there were a vast multitude of christians available not counting those who hit or fled which would be nine out of ten i think so you have here from pagan sources alone the proof that luke is not kidding us down of ten i went away in theesso the purpose of life in the forecast we have been at theSi hive from pentecost Takien-ID sibah 18 شهر لكن الرب أعطاه إعلانات مجيدة في طبعاً اللي هي اليوم سفر الرؤية وفي سفر الرؤية بيكتب لكنيسة أفسوس بيشجعهم لكن بيذكرهم وبينذرهم في نفس الوقت على المحبة الأولى أن لا يتركوا المحبة الأولى هذه الجزيرة الجميلة مثل ما شايفين محجرة الهواء شديد من وراي كنيسة القديس يحنى بنية سنة 1888 تخليداً وتكريماً لهذه الشخصية العظيمة اللي جاء لهذه الجزيرة ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل أعزائي المشاهدين من واصل دراستنا وإحنا موجودين في مكان خاص جداً مكان مقدس مغارة القديس يحنى الرسول أو يحنى المبشر ويحنى الرائي يحنى كان موجود في أفسوس وحدث اضطهاد شديد ضد المسيحيين هناك في أيام الإمبراطور دومشيان وجابوا إلى المنفى إلى جزيرة باطنوس في هذا المكان وبحسب التقليد أنه كان موجود في هذه المغارة الجزيرة جزيرة باطنوس عبارة عن جزيرة فولكانية ومثل ما شايفين الصخر الأصلي لهذه المغارة كان موجود حتى هذا المكان ومن وين أنا واقف هذه الكنيسة أو تشابل بناها خريستودولوس في القرن الحادي عشر في سنة ألف وتمانية وتمانين وأيضاً الكنيسة الكبيرة تخليداً للقديس يحنى هذا القسم بني تخليداً وتكريماً لوالدة القديسة مريم العذراء القديسة حنى وطبعاً اسمها كمان على اسم أمه خريستودولوس نفس الاسم والإمبراطور اللي أعطى التصريح لهذا البناء لخريستودولوس كمان والدته اسمها حنى فهذا المكان كان كله مفتوح على الجبل وعلى البحر وهون يحنى الرسول شاف إعلاناته اللي بيتكلم فيها عن آخر الأيام يحنى جاء بسبب الاضطهاد الشديد ويقال أنه كان موجود في هذه المغارة وخلينا نفهم أنه بحسب الكنيسة الأرتدوكسية بعلموا التاريخ عن طريق الأيكونات تتكلم عن تاريخ الكنيسة المسيحية القديم يحنى لما كان موجود في هذا المكان استلم إعلانات من الرب يسوع المسيح وفي بعض الأمور في هذه المغارة مثل منشوف المكان اللي كان يحط راسه عشان يرتاح كان عمره كبير وكان شخص أو رجل عجوز وعشان يوقف عشان يقوم لازم يتكئ حتى بالصخر في مكان وين إيده كان بيتكئ ولما كان بيستلم الإعلانات عن طريق الملاك كان بيتكلم هذه الإعلانات لتلميزه بروخروس اللي كان بيسجل يعتبر زي السكرتير بيسجل هذه الإعلانات ويقال إنه المنبر أيضاً موجود وين كان بيكتب في هذا المكان طبعاً التاريخ جميل جداً اللي بعرفنا عن هذا العمل العظيم من خلال الأيقونات طبعاً بحسب سفر الرؤية الإصحاح الأول لما شاف الرب يسوع ابن الإنسان في وسط السبع مناير على إيده اليمين سبع كواكب سيف ذو حدين كان يخرج من فمه وأيضاً في يده كان مفاتيح الهاوية والموت وكل هذه الرموز الحلوة اللي بتتكلم للكنيسة وللتحذير وبنفس الوقت لتشجيع المؤمنين في تلك الأيام من هذا المكان يحنى شاف الإعلان وشاف الرؤية وابتدأ يكتب للكنيسة في أفسوس حتى يحذرها من عدم المحبة أو الفطور في المحبة أو إنه ينسوا المحبة الأولى عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فهذا التحذير كان مهم جداً لهذه الكنيسة لأنه عندما تفتر المحبة أو عندما تنتسى المحبة بتم الخراب وبتم الضمر باعتبره شرف وامتياز أن أكون في نفس المكان اللي شاف الإعلانات هذه تعتبر قدس أوروبا زي ما عندنا مدينة القدس تعتبر القدس لكل الشرق الأوسط أو للعالم أجمع السياح بيجوا من كل مكان حتى يشوفوا ويتبركوا من هذا المكان أعزائي ابقوا معي سأعود بعد قليل سأعود بعد قبل القدس because the Emperor at that point was in a persecuting mode. Of course, there had been Nero earlier, but there's no adequate reference that the Book of Revelation was written that early. It's always been regarded as the last book in the canon. The father of church history, Eusebius, makes that statement that it was certainly the final writing. كتب الرسول يحنى إلى كنيسة أفسوس رسالة كتير كتير مهمة قال عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فاذكر من أين سقط وتب وعمل الأعمال الأولى لألأتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب الرسول يحنى بيكتب إلى الكنائس السبعة وعلى رأس هذه الكنائس كنيسة أفسوس اللي كانت تعتبر عاصمة الرومان في آسيا الصغرى كانت مدينة مزدهرة جداً وخدم فيها رجال الله العظماء مثل الرسول بولوس وتمثاوس وأيضاً يحنى الرسول قضى سنين كثيرة وأسس كنائس عديدة ولكن بسبب الاضطهاد اللي شنه دوميشيان طبعاً بسبب أنه دوميشيان طلب عبادة الأمبراطور وهو حي كانوا بيمرسوا عبادة الأمبراطور لكن بعد الموت كانوا بيضو الشمع والبخور لكن هذا الامبراطور طلب وأمر أنه يكون في عبادة له وهو بعد على قيد الحياة فطبعاً هنا الكنيسة اصطدمت بالسياسة والدولة فرفضت هذا الشيء ويحنى كان يعتبر واحد من عمالقة المسيحيين وآخر تلميذ آخر رسول ما زال على قيد الحياة فجاء إلى بطموس إلى هذه الجزيرة وكان لمدة 18 سنة حتى موت دوميشيان رجع إلى أفسوس لكن في هذا المكان مثل ما سبقت وقلت في هذه المغارة رأى إعلانات عظيمة جداً وهالآن يكتب إلى كنيسة أفسوس لينذرها ليحذرها وليذكرها أيضاً عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى هذه البلد اللي رأت أعظم النهضات وأعظم رجال الله رغم أن الكتاب يصفها أنه كانت كنيسة مجتهدة ومثابرة وعندها أعمال حسنة كثيرة لكن جريمة الجرائم هي عندما تفتر المحبة وعندما تنسى المحبة الأولى المحبة الأولى هي المحبة المتأججة بنار الروح القدس المحبة الملتهبة لكي تضرم من الروح القدس وهذه المحبة التي تصل إلى الكثرين إذا هذه المحبة ابتدأنا نترك هذه المحبة لابد أن تحدث المصائب فيقول أذكر من أين سقط لازم الإنسان يرجع للنقطة الأولى اللي ابتدأ فيها المسائرة والتهادن والمسائرة وأنه يساوم على حساب الحق الكتابي لأنه كان فيه بدع كثيرة في أفيسوس وكان فيه طبعا حروبات كثيرة بولوس قال حارب وحوشا في أفيسوس يحنى حارب بدع الغنوصية في أفيسوس وهون كان فيه بيتكلم عن تعليم نيكولاوس أو النيكولاويين اللي بتعني قاهر الشعب باللغة اليونانية هي نفس الكلمة على فكرة بالعام رب الشعب أو الشخص اللي بيظلم الشعب فهذه البدعة كانت تنادي بالإباحية مع العبادة فحاربها الرسول يحنى فيقول ما تسمح بهذا النوع من العبادات وما تخلي المحبة تفتر أو تنتسى عند عليك عم بعاتب الكنيسة اللي اتأسست اللي خدموا فيها سنين سنين كثيرة أنك تركت محبتك الأولى هذه المحبة عندما تترك طبعا أمور كثيرة تحدث فيناشد الكنيسة أذكر من أين سقط وتوب لازم يكون فيه توبي لازم يكون فيه رجوع للرب لازم يكون فيه تغيير فكر حقيقي طب وعمل يعني ارجع للمكان الأولى اللي الله دعاك إليها وهكذا تبقى المنارة متقدة ومشتعلة وإلا سيزحزح هذه المنارة وإحنا بنعرف أن أفيسوس حدث فيها زلازل كثيرة واليوم لما بنتفرج على أفيسوس عبارة عن أكوام من الحجارة أو زحزحة المنارة كتير مرات بتكون كنائس تقلدية تاريخية لكن ما فيهاش الأعمل الحية الروح القدس مش موجود فيها محبة فاترة متروكة فأنا أناشدك وأدعوك من نفس المكان من المغارة اللي تكلم فيها يحنى إنك تنتبه لروحك وتحاسب نفسك وتقيم نفسك هل أنت فيك محبة وهل المحبة مشتعلة أنك أنت تحب الناس وتربح وتجيب الناس ليسوع المسيح يحنى كان موجود بسبب هذا الاضطهاد لأنه رفض أنه يساير أو يساوم على حساب كلمة الله أو الحق الكتابي فكان يتكلم بسلطان الرسولة وبهذا السلطان يريد أن يحذر أنه إذا خفت هذه المحبة لابد أن تحدث مصائب ومشاكل كثيرة من مغارة يحنى أنا أناشدك أيضا إنك اليوم تصلي إنك تمتلئ بمحبة الرب بمحبة الله التي تنسكب في قلبك بالروح القدس وتكون شاهد عن هذه المحبة إلى اللقاء والرب إباركك ترجمة نانسي قنقر